رقم تسعة بقى واللي احنا لازم نتكلم عنه رقم تسعة احنا لازم اخر مرة قلت لها نكتة امتى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يمرح مع زوجاته لازم يا سادة يبقى فيه روح الفكاه اقول لكم حاجة بس ده بيني وبينكم محدش يروح يقولوا انا شايف ان بالذات الرجال الراجل اللي ما عندوش روح الفكاه ما يروحش يتجاوز ينتظر لغاية ما يتعلم روح الفكاه وبعدين يروح يتجاوز لان سادة في اوقات كتيرة جدا 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 عايزة تخرج من اللي هي فيه عايزة خايفة من شكل الرجل البشع المكشر ده فمسألة الفكاهة دي يا ما الفكاهة بتحل مشاكل فكرة الفكاهة دي بتخلينا نتجنب الصراع بشكل كبير جدا جدا والشخصية المرحة هي شخصية رائعة عند الناس والفكاهة بس ما بتكونش بالنكت الفكاهة بتكون بروح المحبة بروح حب الحياة رقم عشر وآخر حاجة ان انا اطلب المساعدة لو انا مقدرتش على اي خطوة من الخطوات دي اروح لحد يعلمني ويساعدني ازاي اتجنب الصراع ده وساعتها لما استشير خبير عيديني خبرته ويدليني ازاي اقدر اتجنب الصراع بشكل صحيح ارجوكم راجعوا الخطوات دي وكل الخطوات اللي احنا ذكرناها دي من افضل الطرق لمنع الصراع في المستقب لانها خطوات مش لإدارة الصراع لكنها خطوات لتجنب الصراع خطوات عشان يفضل قلب كل واحد فينا مليء بالحب ومليء باللطف ومليء بالجمال واخر نصيحة احب اولا لكم اوعوا واوعوا واوعوا ان يمروا يوم او ينتهي يوم وبينك وبين زوجتك وبينك وبين زوجك اي خلاف ما ما حصل بينكم ما تنموش الا وانتوا متوافقين ما تنموش الا وانتوا مبسوطين عشان الصبح يصبح وانتوا حسين ان هو مليان بنور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبنور انوار حضرة النبي اللي فيها خيركم والذي يبدأ بالسلام مش هتلاقي احسن من انك انت تبدأ بالسلام مش هتلاقي طريق تبدأ تعيش به في سلام الا وانت عايش مع الاخرين بسلام خلي بالكم ما فيش حاجة اسمها ان فيه خلاف ما نقدرش نحل الكلمة الحلوة صدقة والصدقة اكتر شيء يطيب القلوب واكتر شيء يرضي الرب سبحانه وتعالى عيشوا بهذا المفهوم الحياة مليئة بالسلام فلماذا نعيش في ظلام الاوجاع والآلام كلمة طيبة تفتح قلب زوجتك كلمة طيبة يفتح قلب زوجك عيشوا مع بعض في سلام تعلموا هذه المهارة مهارة تجنب الصراع فان ليس القوي بصرع وان الحياة ليست للأقو الحياة للأجمل والأطيب والأحب والقادر على ان يخرج في حياتي من يعيش معه اجمل ما فيه حتى تصبح ذكرى وتصبح نورا يعيشونا به إلى الأبد يا رب نهينا الصواب وجعلنا قادرين نخرج أجمل ما في أحبابنا يا رب العالمين عشان نعيش في سعادة ومن نتركش أنفسنا إلا وإحنا متمكنين من تجنب الصراع عشان نعيش دايما في أجمل ساعات حياتنا وإحنا بنعيش في الوقام والسلام يا ربنا يا علام يا ربنا 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 يا